يبقى ايه اللي بيخلينا اوقات بنحس بعدم الايمة دي ما عندنا قصة وعندنا الايات والاحاديث بتعلمنا ايه بقى اللي بيخلينا ننسى كل ده في كتير من اهلنا لما بيمر بيهم العمر ويكبروا بيخافوا من احساس ان هو ما بقوش مهمين وبيكونوا حسين تجاه قيامهم عند ايالهم وعند احبابهم مع ان قيامهم دي قلت وما بقىش في قيمة مع ان الله سبحانه وتعالى جعل ان بركة الانسان تزداد مع عمره سبحان الله عشان ما حدش يقول ان ربنا سبحانه وتعالى بياخد من حد حاجة الكريم اذا وهب ما سلم فلما تتقدم عمرك ايه اللي حصل ومثلا صحتك تتأخر ربنا يوسع في بركتك وبتتسع حياتك وتتجدل لانه بيعيش تفاصيل جديدة مع احبابه ما كانش بيعيشها فلما جي الاعرابي لرسول الله شواء تعالوا نشوف نقط بقى احنا قلنا احنا حطيني الملفة على الترابيز عشان نفع فالصحابي لما جي الرسول الله وقال له يا رسول الله من خير الناس قال صلى الله عليه وآله وسلم من طال عمره وحسن عمله ايه ده خير الناس افضل حد اللي بيطور عمره ويحسن عمله بعض الناس لما بتتعرض للفشل اكتر من مرة يبقى هو يبقى سبب من اسباب ان الواحد يحس ان قيمته ما بقى لهش قيمة انه يحس ان عمره تقدم به فلما تقدم به خلاص يحس انه ما بقيتش ليه قيمة ويقوله بقى الكلام السلبي ده انه احنا تحطينا على الرف احنا خلاص ما بقانش ليه لازمة احنا خلاص بقينا الحرس القديم احنا بقى لازمة كده كل الكلام اللي بيعبر على ان القيمة بقيتش موجودة مع ان احنا شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولنا القيمة بتفضل بعض الناس برضو من اسباب ان الناس تحس ان هي ما لهاش قيمة انه هو يتعرب للفشل اكتر من مرة فيخاف انه هو ما يكونش ليه قيمة وكأني ان الفشل هو السبب اللي بيخليه يعرف انه هو ما لهش قيمة ولا ليه قيمة مع ان الفشل اصلا موجود عشان نزود العمل مش ان احنا نحس ان احنا تفيين وما عندناش قيمة يبا مع ان الفشل لو في كل مرة استثمرناه بيمنحنا الف قيمة قيمة اننا بنتعلم قيمة ان احنا بنحاول قيمة ان احنا بنشوف عطايا لله سبحانه وتعالى في السعي قيمة ان احنا متأقنين وعندنا رجاء في الله سبحانه وتعالى وعشان كده كمان بعض الناس من الاسباب اللي كمان بتحسسهم انهم ما لهمش قيمة لما بيقعوا في المعاصي بيحسوا انهم كرهين نفسهم وانهم ما لهمش قيمة مع ان الله سبحانه وتعالى بيجدد فينا الامل والايمان بيقابة بحاجة عجيبة حاجة تجدد حياتنا وتخلينا نعيش وكأننا مفتوح لنا ابواب النعيم لما ربنا سبحانه وتعالى في كل الاحوال حتى في اوحالنا ينادي علينا عشان يغير حالنا ويقول لنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم شوف كلمة يا عبادي كده شوف قدي ايه هي جميلة شوف قدي ايه بتحسس الانسان بالامان شوف قدي ايه بتحسس الانسان بالامان شوف قدي ايه بتحسس الانسان بالرعاية والكفاية أليس الله بكافة عبدة عندي ذنب الله هو الذي سيكفيني هذا الذنب